قال الأمين المساعد للتجمع اليمنية للإصلاح بوادي حضر موت ربيع باسيود بأن الإصلاح أحد أركان العمل السياسي في اليمن ويشكل مع غيره من المكونات والقوى السياسية الرافعة الأساسية للحفاظ على الثورة اليمنية وأهدافها الوطنية وأشار في تصريح للإصلاح نت إلى أنه كان للإصلاح عبر مسيرته السياسية أدواراً وطنية مشرفة خاض خلالها غمار عدد من التجارب السياسية المتنوعة كحزب سياسي ينتهج لاعتدالة والوسطية وينطلق من مبادئ العدالة والشورى والمساواة وقال باسيود بأن الإصلاح في الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسه يجدد التأكيد على أن الوطن بحاجة إلى الصفاف للحفاظ على الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري وترك كل الخلافات التي لا ترقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها اليمن أرضاً وإنسانا فالوطن أغلى من الجميع